طيب هذه الحقيقة صراحة من الأشياء الطريفة حينما يتخرج المهنجس من الجامعة يبدون جماعته وربعه وأصدقاءه ويحاولون يطلبون تصاميم في قصتين الحقيقة القصة الأولى أنه أحد الإخوة من أبناء العمومة طلب مني تصميم فأشتهدت له صراحة بأفضل ما لدي وهو يسمونه الفناء الداخلي يعني تصميم بالفناء الداخلي أن الحوش أو المبنى ينظر إلى الداخل ولا ينظر إلى الخارج وهذه صراحة من أفضل التصاميم ولها جوانب بيئية وجوانب اجتماعية لكن الرجل طبعا ما يعرف هذه الأنواع فجاء وقال لي وش أنت مسوي لي محقان أنت محقان المحقان هو زي الشيء اللي يأتي إليه الماء ويتسرب فكاننا هذا المطلجاني وسط هذا الحوش كيف يتسرب فكانت هذه النقطة سبحان الله يعني نقله في موضوع وفعلا كما قال المثل أزهد الناس بالمهندس أهل بيته طبعا سبحان الله بعد فترة وبعد التنفيذ طلبني هذا الرجل كان في أخطأ في الحديد في تلك في السقف في مبنى طبعا مبنى آخر صممه وكانت أخطاء قاتلة في ذلك السقف وجيت لله الحمد وحاولنا نحل الإشكال وحلنا ولا كان بيسقط السقف أذكر أنه كان في يسقط السقف في ذلك المبنى